السلام عليكم ازاي اوكم اخبار كتيرة طالعة من اوكرانيا لازم تعرفها لانها سرية نوعا ما انا مش جاي اقول لك كلام هتسمعه في وقلات الانباء مثلا او كلام بيتم تداوله في الصحف عندنا خالص انا بحب اقول لك الاخبار اللي هي سرية واللي هي بتبقى خلب الابواب المغلقة طب ايه الاخبار اللي في اوكرانيا ممكن تهمنا احنا كعرب وممكن تأثر علينا هنا في الشرق الاوسط وفي نفس الوقت ممكن تقلب ميزان القوة في حرب اوكرانيا هستعرف هقول لك شن اقول لك لازم احكي لك القصة ملابو قبل وكشف المضوع قبل وكشف لك التفاصيل خلينا اقول لك ان احنا معنا راعي قوي جدا ومحترم جدا وهو حقيقة احنا معنا راعي النهاردة هو مطور عقاري اسمه باترهاوس باترهاوس عامل منتجع في العين السخنة اسمه في تعالى تأنسب فرصة استثمارية خاصة لما تيجي تبص وتسمع العروض اللي هو عاملها زي ما انت شايف البنوك دلوقتي عرضة شهادات بنسبة خمسة وعشرين في المية باترهاوس عامل لك نفس العرض برضه انت هتدفع مقدم تعاقد بنسبة خمسة وعشرين في المية من قيمة الواحدة وكمان هتاخد خاصم خمسة وعشرين في المية على كل اللقصات الباقية على الواحد مجرد بس تدفع خمسة وعشرين في المية الباقي كله عليه تخفيق بخمسة وعشرين في المية كمان واللقصات دي هتكون على خمس سنين كمان يعني مش على سنة مش فترة او ليلة لأ خمس سنين محدش خسرت فلوسه في العقارات ابدا العقارات هو من انسب خيارات الاستثمارية الموجودة في سوق المصر حاليا وورا شرح لحضورتك منتجع في دالة لان هو من اقوى المنتجعات الموجودة في مصر موجودة في العين السخنة حاليا هو هتنسى ان نسب المباني اللي فيه تقدر ب18 في المية فقط والباقي كلها لاجونز وحضائق وخدمات كتيرة جدا موجودة هتلاقيها في المنتجع ده برجح لحضورتك منتجع في دالة وحسيب لحضورتك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تبص عليه خش في الموضوع على طول خش في الموضوع على طول ايه اللي بيحصل بالزبط في حرب روسيا واوكرانيا وايه الاخبار الخطيرة اللي ممكن تسمعهاش في حتة كتيرة هتسمعها هنا هيأول خبر هو ان بوتين بقاله كم يوم عمل يصرح ان الحرب في صالحه مش بس كده اخر تصريح طالع من عند بوتين ان احنا هنكسب الحرب ايه ما فيهش كلام يعني العمليات العسكرية ايجابية وكل شيء يتطور في اطار خطة وزارة الدفاع الروسية املوا ان يسعدنا مقاتلونا دوما بنتائج اعمالهم القتالية وابتدت نبرة الصقة تروح لنحية روسيا خاصة بعد التوفقات العسكرية الكبيرة جدا من قبل الجيش الروسي على الجابهة في اوكرانيا مش بس كده انت بتتكلم على ان الجيش الروسي عمالي عد قوة كبيرة في بلا روسيا ولا محنش عارف هتتحرك امتى او هتتحرك ازاي مقالات تقولك والله حينزلوا ياخدوا مدينة لفيف عشان يقطعوا مساعدات العسكرية الغربية لاوكرانيا الناس تقولك والله حينزلوا كيف او العاصمة الاوكرانية عشان يقتلوا زيلنسكي او يسكتوا الحكومة رسميا وبكده يسقط النظام رسميا في اوكرانيا اعلنت وزارة دفاع بلاروسيا عن بدء تدريبات عسكرية دفاعية بالمشاركة مع القوات الروسية وقال مجلس الامن في بلاروسيا ان التدريبات المشتركة للقوات الجوية مع روسيا هي لاغراض دفاعية بحتة وستركز على مهام الاستطلاع وطرق احباط هجوم محتمل واشددت مينسك على انها مستعدة لاي عمال استفزازية من اوكرانيا وسط تخوفات من كيف والغرب من احتمال ان تكون روسيا تستعد لاستخدام حليفتها لشن هجوم من الشمال كده او كده تعتبر الكوات الموجودة في بلاروسيا هي الاخطر حالية والكوات دي خطورتها انها ما تحركتش خطورت الكوات ان لحد دلوقتي بتتمر لا تحركت ولا اخدت موقف ولا اي حاجة خالص فخطورتها في الصمت وده نوع من انواع الضغط على الجيش الاوكراني ان هو مش عارف يحرك كواته فين دلوقتي يعني هوادي تعزت لشارق اوكرانيا عشان يقدروا يقفوا قصاد الجيش الروسي وتحركاته ولا حرك جزء من الكوات لشمال اوكرانيا للوقوف امام الجيش الروسي اللي ممكن يتحرك كده او كده انت عندك جابهتين بيتحركوا من الكوات الروسية وده خطر جدا مش بس كده كل التقديرات اللي طلع من المخابرات الاوكرانية والمخابرات حتى الامريكية والبريطانية ان روسيا بتعد الهجوم كبير جدا يا حيتحرك في منتصر فبراير يا اواخر فبراير بس كده او كده انت بتكلم هجوم الربيع ده هو اللي بيحذر منه الدول الغربية كلها وبتستعد ليه بشكل كبير طيب بتستعد ازاي عن طريق ارسال مساعدات للجانب الاوكراني بس الموضوع مش واقف عند هنا الخطورة الاكبر ان الروس ابتدوا يكتروا من جيشهم او يكبروا جيشهم بدل ما بتتكلم في مليون وحاجة بسيطة تتكلم في مليون ونص الروس ابتدوا يتكلموا على ان جيشهم هيتكون من مليون ونص ورافعوا درجة استعداد قوتهم بشكل كبير ولما سألو وزارة الدفاع الروسية ليه روسيا تكبر من جيشها كده قالت والله لان احنا مش بنواجه اوكرانيا فقط احنا بنتكلم على حرب تدخل فيها الغرب بشكل كبير واحتمال مواجهة ضد الدول الغربية تزيد في فترة الجاية فلازم يبقى جيشنا معدل حاجة زي كده تاني حاجة الحرب في اوكرانيا اثبتت ان العمل البشري ما زال ليه السطوة وما زال ليه الدور الاكبر في الحروب هذه التغييرات واسعة النطاق تأتي في اطار تكوين القوات المسلحة وزيادة اعدادها وتغيير التقسيم العسكري الاداري لروسيا والذي سيتم تنفيذه خلال الفترة من 2023 الى 2026 وسيتطلب ذلك من الجميع اتخاذ القرارات المناسبة ذات الصلة يعني كل الناس كانت بتتوقع ان الحروب المستقبلية حيكون فيها الالات هي اللي بتسيطر السواريخ هي اللي بتضرب تحركات المشاية ما بتبقاش كتيرة زي الاول الحرب روسيا اوكرانيا اسبتت العكس واسبتت كل ما يكون عندك عدد كبير من الكوات هتعرف تسيطر على جزء اكبر من الاراضي وده كان واضح جدا في الحرب دي ليه كان واضح؟ لاني خلي بالك الغازو الروسي اللي تم على اوكرانيا بعدد 185 الف جندي وكان معظمهم انفصالين اوكرانيين تابعين للروس الهجوم ده لما تم وراحت الكوات الروسية لحد كيف او لحد العاصمة كيف وتراجعت وبعدين كانت مسكة خاري كيف وتراجعت كان ابرز سمة في التراجع ده كله هي كلة عدد الكوات العاملة ده كان ابرز حاجة عند الكوات الاوكرانية لان الكوات الاوكرانية كانت عددها كبير جدا وقالوا ان النسب بين الجيش الاوكراني والكوات الروسية اللي بتحارف في اوكرانيا اربعة الواحد او تلاتة الواحد ده احسن تقدير اربع جنود اوكرانيين بيواجهوا واحد فقط روسيا هي نسبة في صالح اوكرانيا قدت لتقدمات الجيش الاوكراني بشكل كبير ما دفع ان روسيا تحشد 300 الف جندي وتحشد مرتزقة حاجة عارف عددهم لحد الوقتي خب بالك النهاردة رئيس سربيا بيدعو روسيا يقولون كفاية انتو خدتوا من عندنا كمية مرتزقة غير طبعية كمية السرب اللي بينضموا للجيش الروسي غير طبعية طب بينضموا ليه الجيش الروسي فلوس فلوس كتير قوي الروس عرضين فلوس كتير قوي على اي حد هيحارب في اوكرانيا مش بس كده بتتكلم على المساجين السابقين اللي لدى روسيا اللي هم الخطرين جدا اللي قدوا جرائم قتل حياخدوا فيها اعدام قالوا لهم حتروحوا تحاربوا مع قوات فاجنر او مليشيات فاجنر هتاخدوا براقة تعودوا فقط 6 أشهر في الحرب براقة ولا تشوف حبل الاعدام ولا السلطات الروسية حتطردك ولا اي حاجة بس سقت الاوكرانيين فانت عندك جنود كتار جدا من المساجين دخلوا الحرب دي وعلى فكرة بشهادة الاوكرانيين نفسهم المساجين الروس سببوا خسار كتير جدا في القوات الاوكرانية ليه؟ لان هو بيحارب مش عنده option هو يستسلم ده اولا لو استسلمت الاوكرانيين تبادل الاسرى بين القوات الروسية والاوكرانية كتير اوي اليومين دو مجددا تتحرك وفود روسية واوكرانية في مسعى للتوصل الى اتفاقيات بينهما في مجالات عدة اللقاء استضافته انقرى برعاية تركية بحث تبادل الاسرى وملفات انسانية اخرى تحدثنا في عشر قضايا عالقة منها تسهيل القضايا الانسانية للعائلات في البلدين وتبادل اربعين اسيرا من العسكريين وقلنا ان هناك جنود المفقودين لدينا نحاول ايجادهم فالمساجين الروس اللي محكم عليهم بالاعدام ما بيستسلموه بالعكس بيفضلوا بموت ما بيتراجعوش تحت ضرب النار على فكرة انا مش بشيت بيهم بس انا بحاول اوصف لك ايه اللي بيحصل بالزبط تقدمات القوات بتاعت فاجنر بيدخلوا الاول المساجين الروس يحطوهم في خطوط المواجهة بيه بعد القوات الخاصة او قوات اللخبة بتاعته الشيشان بتدخل قوات يتأثر تدريبا وهما دول اللي بيشاركوا في حرب الشوارع مع مليشيات فاجنر شكرا شكرا قوات اوكرانيا مش عارفة توقف هتيجي تقولي طب ما الاخبار دي كلها بنسمعها في وجرات الانباء ايه الجديد؟ اه اه جديد ايه؟ الجديد بص على الاخبار اللي حول هالك دي فيه مشكلة عنده اوكرانيا وانا مبارح اتكلمت على ضحكة زيلنسكي ان ما بقيتش موجودة الواجهة ما بقاش يتحك زي الاول وما بقاش فيه اللقاءات الساخرة والنكت وان هو يطلع في منتديات ويقضي التاريع على روس وبوتن والكلام ده كله ما بقاش يحصل عفكرة انا مش بحب الزيلنسكي بس نفس الوقت انا مش مع الغزر فرق بس من حكتين دول طب وين مشكلة في الغياب دي حكت زيلنسكي؟ بص بقى اولا النهاردة طلع تقرير من نيويورك تايمز بيقولك على فكرة وزارة الخزانة الامريكية اعلنت ان بنهاية الشهر ده بنهاية يناير امريكا هتصل لسقف الدين في رسالة وجهتها وزيرة الخزانات الامريكية جانيت يالين الى رئيس مجلس النواب الجمهوري كابين مكارثي اكدت الاستعداد لاتخاذ الاجراءات الاولى بشان عدة سناديق تقاعد تعود لموظفي الدولة ورغم ان الاجراءات يفترض ان تكون موقتة الا ان يالين حذرت من انه في ظل عدم وجود صقف جديد يمكن ان تكون الولايات المتحدة في وضع التخلف عن السداد للمرة الاولى في تاريخها يعني انا شرحت لحضرتك ان في الحرب العالمية الاولى الكونغرس الامريكي ابتدى يشوف ان هو كل شوية ما الجيش يطلب مساعدات هو مضطر ان هو يوافق عليها فابتدعوا حاجة اسمها سقف الدين سقف الدين ده اللي هو الكونغرس يجي يصوت ويقول اقصى ديون ممكن امريكا تتحملها هو الرقم ده ويجو كل سنة يشوفوا هل هيقللوا سقف الدين ده او يعللوا سقف الدين وتتحرك الحكومة الامريكية في حدود سقف الدين ده حل؟ دلوقتي وزارة الخزان الامريكية بتقول لك والله لا احنا هنصل لسقف الدين في نهاية الشهر تابه ايه مشكلة في حاجة زي كده؟ مشكلة ايه انت عرف الديون الامريكية وصلت 28 تريليون دولار ده اولا ده ضغط من قبل الجمهوريين على مساعدات اللي راحل اوكرانيا لان ده اكبر عامل لاستنزاف الميزانية الامريكية 100 مليار دولار وانا جبت الحراج الجواب اللي رايح لبيت لابيض اللي نائب في الكونغرس الامريكي حظر رئيس الامريكي قال له مساعدات الاوكرانيا عادت 100 مليار دولار هتيجي تقولي تابه ايه مشكلة فين خبر السري في الموضوع؟ ثاني واحدة اربط الكلام اللي انا قلته لحضرتك ان امريكا ابتدت تتراجع نوعا ما في دعم اوكرانيا او في مقعد القيادة في المساعدات العسكرية اللي راحل اوكرانيا وابتدت انجلترا تاخد الدور ده ان هي القاصة اللي تخطي الاحمر في ارسال ده بابات الاوكرانيا ماشي بس الخبر اللي طالع النهارته يثبت لك ان فيه مشكلة عند الامريكان كارثة عند الامريكان وهي ايه؟ تقرير نازل في نيويورك تايمز يقولك ان امريكا سحبت اسلحة من المخازن الاستراتيجية في اسرائيل اسمع الكلام بقى عشان ايه؟ الكلام هيحلوه والحلقة هتبته تسكن يعني ايه؟ امريكا تسحب اسلحة من المخازن الاستراتيجية في اسرائيل بص امريكا بعد حرب اكتوبر عملت مخازن استراتيجية المخازن دي موجودة في اسرائيل المفروض انها لمواجهة ايران المخازن دي موجود فيها مدافع هاوتسر موجود فيها زخيرة للمدافع دي او قذائف المدافع دي تقدر ب300 ألف قذيفة عند اسرائيل تالت حاجة موجود فيها معدات بس ما فيهاش مقاتلات ما فيهاش اللي هي المعدات الحديثة جدا هي موجود فيها زخيرة مخازن للزخيرة امريكا عاملها لاسرائيل لضمان امن اسرائيل بس انا بقولك الهدف التاني ان هي لو امريكا هتواجه ايران هتستخدم المخازن دي وصل الحال بالامريكان ان هما سحبوا نص 300 ألف قذيفة اللي موجودة عند اسرائيل عفكرة دي مخازن امريكية تابعة للجيش الامريكي اسرائيل صحيح لها منفذ انها ممكن تستخدم الزخائر اللي جواه مخازن دي بس اسرائيل ما استخدمتهاش لحد الوقت يعني كمية مهولة الجيش الامريكي هو ان سحب 150 ألف قذيفة وبعتهم لأوكرانيا عفكرة هو وبعتهم لبولندا ومن بولندا لأوكرانيا هتيجي تقول لي طب وين مشكلة هقول لك خليبانك دلوقتي أوكرانيا نفذت منها الزخيرة السوفيتية وحتى الدول اللي كان عندها زخيرة روسية أو سوفيتية قديمة وبعتتها لأوكرانيا نافذت فأوكرانيا دلوقتي ابتدت تستخدم زخيرة غربية ومعدات غربية تخيل انت أمريكا عندها مشكلة في المخازن اللي موجودة لدى الولايات المتحدة الأمريكية وبتدت تسحب من المخازن الاستراتيجية اللي موجودة في اسرائيل اللي المخازن دي المفروض أمريكا بتعد منطقة لدر بإيران بتسحب المخازن ونص القذائف المدفعية ده رقم مهول ويقول لك اسرائيل كان بتعرض حاجة زي كده في الأول عشان روسيا ما تقفش على اسرائيل لأن روسيا وقف على الحدود الاسرائيلية في سوريا روسيا عندها بطاريات اس تلتمائية واس ربعمية ما زالت عاملة في سوريا صحيح عددها قلي جدا بس ما زال في بطاريات بتعمل في سوريا فأمريكا كونها انها تسحب من مخازن اللي موجودة في اسرائيل دي كارثة كارثة طب أقول لك حاجة في البطار بيقول لك بيقول لك على فكرة دي أمريكا كمان سحبت نص القذائف اللي موجودة في المخازن الاستراتيجية لدى كوريا الجنوبية الموضوع اكتدى يضغط على الجيش الأمريكي بشكل مهول يا جماعة الجيش الأمريكي الصناعات العسكرية بتاعته مش قادرة تلبي الطلبات الأوكرانية الحرب دي بيتم إطلاق فيها 27 ألف قذيفة يوميا روس بيطلقوا 20 ألف قذيفة والأوكرانيين بيطلقوا 7000 قذيفة والكاتب بتاع نيويورك تايمز بيقول لك على فكرة أصلك خطوط المواجهة دلوقتي أصبحت في مرحلة ثبات الحالة ثبات يعني مش هتلاقي كل شوية خطوط المواجهة بتتغير مش الجيش الأوكراني بيتقدم مرحلة رهيبة زي في بداية الحرب أو الجيش الوسي بيتقدم في مرحلة رهيبة لا دلوقتي نتيجة التلب ونتيجة الشتة القارث في أوكرانيا أصبحت في عدة مناطق هي اللي فيها المعارك باقي خطوط المواجهة ثبتة فبيتم الاعتماد عن مدفعية بشكل أكبر لأن المدفعية دي هي لها الدور الأكبر خلاص فعشان كده الجيش الأوكراني ابتدى يستنفز الزخيرة بتاعته وعاوز الزخيرة جديدة ما أدى أن أمريكا دلوقتي بتدور على الزخيرة في مخازنها الاستراتيجية خلاص نقطة بس قبل ما أكمل الموضوع ده السحب من المخازن الاستراتيجية في اسرائيل بيأثر على مواجهة أمريكا لإيران السحب من المخازن الاستراتيجية في كوريا الجنوبية بيأثر على استعدادات الجيش الأمريكي في مواجهة كوريا الشمالية أو الصين فأنت بتاقيت تأثر على الكوات الأمريكية نفسها وطلع سكرتيري بحلية أمريكية وأنا جبت لحضرتك الخطاب ده أول منازل قال يا جماعة هيجي مرحلة أمريكا هتضطر تختار بين أوكرانيا وبين الجيش الأمريكي مش هينفى هتيجي تقول لي ما فيش الكلام ده على فكرة وما حصلش الكلام ده وما زال الجيش الأمريكي على قدر كبير جدا من الاستعداد وقادر ان هو يدعم أوكرانيا لنهاية هقول لك خلي بقى من اللي بيحصل ده طلع رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي وعلى فكرة اللي قاعدة المفروض سري طلع راح ألمانيا ومن ألمانيا راح بولندا جنوب بولندا في قاعدة هناك سرية ما حدش عارفت مكانها فين فس واشنطن بوست بتكشف لك الموضوع ده هي ورويترز وبتقول لك على فكرة رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي اسمه مارك ميلي راح وقابل هناك قاعد الجيش الأوكراني واشنطن بوست ما قالتش إيه اللي دار بالزبط في الحوار ده ما قالتش اللي كشف اللي دار بين مارك ميلي رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي وعلى فكرة اللي قاعدة تم 11 صباحا امبارح وبين قاعد الجيش الروسي هي رويترز قاعد يستعطت مارك ميلي يقول له عزيم مساعدات قال له أنا قادر إن أنا ممكن حتى أهزم روسيا بس الديني أسلحة قاعد الجيش الأمريكي عنده مشكلة ما تمش الكشف راد مارك ميلي رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي على قاعد الجيش الأوكراني إيه بس في الآخر انت بتتكلم على استغاثة أوكرانية إحنا عاوزين أسلحة ده كل اللي بيحصل في روسيا ده إيه كلام ده فيه هجوم الربيع يا جماعة هجوم شهر اثنين أو شهر تلاتة ادونا أسلحة أكتر حقيقة أمريكا مش قادرة تدي أسلحة أكتر خد بالك بسم الحتي أمريكا مش هتقدر تصعب وأمريكا عندها مشاكل كتيرة جدا تخص جيشها في الانفاق العسكري مش في الانتاج العسكري أمريكا مزانية بتاعتها مش هتستحمل نصف ده تفسير واشنطن بوست وأنا بقول لحضرتك أمريكا والغرب عندهم مشكلة مشكلة كبيرة جدا في دعم الجانب الأوكراني في ظل حجد روسي كبير جدا على الحدود الأوكرانية وفي ظل أن المعركة اللي حالك بتشوفها دي مش هي النهاية ده في معركة تانية جاية في شهر اثنين وشهر ثلاثة ودي المعركة الحاسمة اللي بتعد لها روسيا هل فقط المشاكل الغربية بتأثر على استعداد أوكرانيا؟ لا المشاكل اللي في أوكرانيا نفسها بتأثر على أوكرانيا ليه؟ واسمع بقى القصص الحلوة دي مبارح نزل صاروخ على مدينة اسمها دينيبرو مدينة دينيبرو هي تقريبا رابع أكبر مدينة في أوكرانيا السلوخ لما نزل ضرب مبنى سكني قتل أربعين واحد وأصاب في حدود المية من إمتى روسيا بتستهدف مبنى سكني؟ الموضوع ده جريب جدا هل مثلا كان فيه اتماع لقاضة أوكرانيين موجودين في شقة سرية في أوكرانيا؟ لا دول كلهم مدنيين كلهم مدنيين اللي ماتوا فالحقيقة كريملين دول العنافة قال لك أنا بستهدفش مباني أنا يوم ما بستهدف بستهدف محطات كهرباء محطات مية محطات طاقة إنها مباني سكنية ما بستهدفش مباني وعلى فكرة استهدف المحطات الطاقة والتدفئة والمية وكام ده كله ده إجرام انت بتموت الشعب بس اكرم للوجه النظر وأنا هستهدف مباني ليه؟ دي مباني سكنية مش هتفدني بحاجة من أنا استهدفها هل مثلا كان فيه اجتماع سري اللي قاضي عسكريين أوكرانيين في المبنى ده؟ برضو لا خالص بحقيقة الكارسة السودة إن فيه مستشار رئاسي لزيلنسكي اسمه أليكسي أريستوفيتش بحقيقة يا رب بس أكون بضع اسمه صح المستشار رئاسي ده مش مستشار عادي ده يعتبر متحدث غير رسمي لزيلنسكي إزاي؟ الراجل ده هو مستشار رئاسي بس في نفس الوقت هو بيطلع عالسوشال ميديا بيقعد يقول للشعب الأوكراني إيه اللي بيحصل وإيه الجديد داخل رئاسة إيه المساعدات اللي ممكن تيجي لأوكرانيا تفاصيل الحرب بس بشكل غير رسمي يعني هو بيطلع يتكلم كده إيه؟ بشكل عادي ودي مستشار الرئاسي ده قال لك والله أنا كنت موجود وقت الصاروخ ما سقط على مدينة دينيبرو دي وعلى المبنى السكني وبصراحة أنا شفتك اللقاتي أنا شفت الصاروخ الروسي طالع وصاروخ أوكراني طالع اعترضه وأسقطه ثاني واحد يعني الروس مستهدفوش من مبنى السكني ده؟ ده صاروخ أوكراني هو اللي اعترض الصاروخ الروسي وهو اللي نزله عن مبنى ده معنى كده إن الروس مش مجرمي؟ أو في الحادثة دي بالذات الروس مش مجرمي؟ أو مش هم اللي ضربوا المبنى السكني؟ عكس الرواية بتاعت زيلنسكي اللي هو رئيسه أصلا فرحية أريكسي بقى منظره زي الزفت ومنظر زيلنسكي زي الزفت ومنظر الإعلام الأمريكي اللي قاعد يتهم روسيا بالإجرام والكلام ده كله زي الزفت برضو فيه اللي حصل؟ زيلنسكي جاله قال له إيه اللي بيحصل ده؟ إنت إيه اللي قلته عالسوشيال ميديا؟ إنت بتفضحنا؟ إنت معنا ولا علينا؟ ما تسكت يعني أم السوشيال ميديا اللي إنت عاوز تجيب مشاهدات منه ما تقعدش تتكلم كتير وقاعد يضغط عليه بشكل كبير لدرجة إن أليكسي نفسه قال يباك ده مستشار ده مش شخصية عادية ما مستشار طلع وقاعد منزل بيان على السوشيال ميديا قال يا جماعة أنا باعتذر والفترة الجاية حدقك في معلوماتي بشكل أحسن بكتير عشان ما ما طلعش أقولك معلومات ممكن ما تكونش ضاقية كاوي خب بالك بس من مشاكل الداخل أوكرانيا وداخل الرئاسة الأوكرانية غص رحية إن أليكسي ده بعد شوية استقاء يعني نزل بيان ده وكام ساعة كده وقام استقاء غص الظاهر بقى بيان ما عجبش زيلنسكي اوي البيان ما طلعش يشتم في الروس وقال لك ده المجرمين وكام نقول ما حصلش فكده أو كده الواد استقاء حل بس بشها دي الحاجة الأساسية اللي ممكن تقلم لك الدنيا في أوكرانيا كل ما الوقت بيعدي حاجة كتير بتكشف في أوكرانيا بزي إيه مثلا بزي حادثة كده تبين لك إن فيه كوارث نهاردة وزير الداخلية الأوكراني كان عنده زيارة مفاجأة للمدن الأوكرانية وزير الداخلية ده المسؤول عن الشرطة واللي بيحصل والأمن والأمان والكلام ده كله وعفكرة دور وزير الداخلية دور كوي جدا ده منصب خطير للغاية حقيقة وزير الداخلية في الجولة بتاعته دي ما كانش طالع لوحده ده خد معاه النواب بتاعه وخد معاه مستشارين بتاعه 19 ل20 شخصية خدهم معاهم وزير الداخلية في طائرة هليكوبتر وطلعوا إن هم يعملوا جولة كده حقيقة الطائرة دي أول ما طلعت وقعت وقعت طيب أكيد حصل خلال فني أكيد طائرة روسية قديمة مثلا من أيام التحاد سوفيت عشان كده الطائرة حصل فيها خلال فني فوقت انت عارف بقى أوكرانيا في حرب دلوقتي ومش فاهمني إنها تجيب طائرات حديثة فممكن الحادثة دي يتم نسبها لكلال فني حقيقة اللي حيزيده غموط في الحادثة دي إنه وزير الداخلية الطائرة بتاعته لسه أوكرانيا واخدام فرنسو طائرة جديدة طائرة جديدة ما ينفعش يحصل فيها خلال فني طب إزاي الطائرة الجديدة تطلع وتسقط موضوع جريب برده إيه اللي بيحصل ده هي اللي يزيد الموضوع غموط إن فيه ساروخ نضرب الطائرة ساروخ طلع وضرب الطائرة وكان مستهدفها بالإسم هيبقى كده الروس عارفين إنه وزير الداخلية كان في الطائرة دي فضربوه وطاني كريملين حيهتم ليه باختيال وزير الداخلية يعني كريملين عاوز زيلنسكي بالإسم مش عاوز وزير الداخلية ويوم ما يهتال أكيد حيهتم إنه هو يهتال وزير الدفاع مثلا إنما وزير الداخلية الروس هيكتلوا ليه ده مسؤولة عن الجابحة الداخلية والكلام ده قول هل مثلا يكونش إن دفاعات الجوائي الأوكرانية عملت جريمة تانية بعد دنيبرو وأسقطت هي الطائرة دي بالغلط يعني ساروخ بالغلط طلع من أوكرانيا ممكن آه هي الدفاعات الجوائي الأوكرانية هي الأسقطت الطائرة بتاعت وزير الداخلية أوكرانيا ساروخ أوكراني ضرب طائرة بتاعة وزير الداخلية أوكرانيا أو وزارة الداخلية الأوكرانية كلها يعني بقول لحلك وزير الداخلية بمستشاريه بمساعدي الإدارة كانت موجودة في طائرة اتضرب إزاي إزاي وابتدأ إيه التساؤل يطلع هل مثلا وزير الداخلية ده كان بيحقق في وثائق تخص زيلنسكي مثلا او تحت ايده وثائق تخص زيلنسكي او ممكن يطلع السوشيال ميديا زي الالكسي ده ويطلع يقعد يفتي ويطلع يتكلم ويقولك والله اصل الروس ما عملوش وزيلنسكي هو اللي عمل كل الامور دي بتمثل ضغط على غرب والغرب ابتدى يشوف ان الموضوع بتاع الحكومة الاوكرانية مش سالك وخلي بالك الحكومة الاوكرانية دي هي الاكثر فسادا او من اكتر حكومات اوروبا فسادا زيلنسكي ده فاسد اصلا وانا وردت لحضرتك واحد من المستشارين زيلنسكي جاب عربية فورش وصوروه وهو بالعربية بتاعته امور كارسية كل ده القرب المفروض هيجتمع يوم الجمعة القرن وهياخد قرار هيدعمه اوكرانيا بايه وايه الاسلحة ده هتروحوا لاوكرانيا بس انسى الطلبات الاوكرانية من ان اوكرانيا عاوز تلتمائة دبابة وعاوزها سبعمائة مضرعة وعاوز صواريخ بعيدة المدى وعاوزها مقاتلات الغرب مش هيوافق على كل ده لان خلي بالك الغرب عنده مشاكل لوجستية وكل السلاح بيروح لاوكرانيا هو عبق عليه عشان يصلحه وتدريبه والكلام كبير ده فانت كده كأنك بتزود الفاتورة بتاعتك هنشوف الغرب هيعمل ايه مش عاوز افتي واطلع اقول لك والله ده هيعمله كزا ويعمله كزا تاني انا هارجع عليه المقولة اللي كتبت في المقالة قبل كده التحليل او الجزم بتحليل مسبق للحرب هو كل متكباء ان انت تطلع تقول لك والله ده تحليلي والروس هيعمله كزا ومش هيعمله كزا تكون متكباء لان الحرب الظروف فيها متقلبة كتير جدا ماينفعش ان انت تصطبق الاحداث لان فيه قادة كتير جدا من الجيشين بيحددوا مصار الحدود مش محلين عسكريين او محلين سياسيين يطلع يقول لك والله الحرب هيحصل فيها كزا او هيحصل فيها كزا اتبع الاخبار فقط يا رب ما كنت شرحت حضرتك المهضة بشكل مبسط ويا رب ننسل مصر ويا رب ننسل العرب بتحية مصر سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين